أهلا بكم مجدداً ينضم إلينا الآن في الأستوديو دكتور عائد ياغي مدير الإغاثة الطبية الفلسطينية في قطاع غزة دكتور أهلا بك معنا أبدأ معك من حصار مستشفيي الأمل ومجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوب قطاع غزة ما المعلومات المتوفرة لديكم حول ما يجري الآن داخل هذين المستشفيين للأسف الشديد ما يجري الآن في مستشفيات محافظة خان يونس هو نفس السيناريو الذي جرى في مستشفى الشفاء وفي مستشفى الأندونيسي سابقاً في شهر أكتوبر وفي شهر نوفمبر من العام الماضي يتعرض مستشفى ناصر منذ عدة أيام لحصار خانق تمنع سيارات الإسعاف من الوصول إليه لتوصيل ونقل الجرحى من الميدان من المناطق التي تعرضت للقصف إلى مستشفى ناصر وأيضاً يتعرض مستشفى ناصر لشظايا القزائف التي تسقط في المناطق المحيطة نتيجة لهذا العدوان الإسرائيلي الهمجي مستشفى ناصر كبقية المستشفيات يعاني بالأساس من انقطاع تام للطيار الكهربائي ويعتمد بشكل رئيسي على المولدات الكهربائية منذ بداية العدوان وأيضاً يعتمد على العديد من الأطباء والمتطوعين الذين حاولوا ويحاولوا قدر الإمكان العمل على إنقاذ حياة المرضى المستشفيات بشكل عام تعاني كما هو معروف من نقص حاد في الأدوية في المستلزمات الطبية نهيك أيضاً عن تعطل عمل الأجهزة الطبية المختلفة التي هي تساعد في تشخيص الحالة السؤال المطروح هنا من رحم الإجابة التي ذكرت لماذا هذا الاستهداف المباشر منذ بداية الحرب للمستشفيات المراكز الطبية والعاملين في هذا المجال يعني قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت باستهداف ليس فقط المؤسسات الصحية والطواقم الطبية وغيرها إنما هي تستهدف جميع أبناء شعبنا الفلسطيني ما تقوم به هي إبادة حقيقية لشعبنا الفلسطيني ما تقوم به أيضاً تدمير لجميع البناء التحتية في قطاع غزة سواء من مدارس من شوارع من مستشفيات وغيره حتى يصبح قطاع غزة غير قابل للحياة خلال فترة العدوان الإسرائيلي ما سجل فقط وحتى اليوم فقط يعني تدمير حوالي 95 مؤسسة طبية من بينها 27 مستشفى تضرر بشكل جزئي نحن نتحدث عن أيضاً عدد من المراكز الصحية التي خرجت عن الخدمة والتي لا يوجد لدينا معلومات الآن عنها هل دمرت بشكل كامل أم تأثر نتحدث عن 326 زميل من الطواقم الطبية تم استهدافه وتم قتله بدم بارد نتحدث أيضاً عن العديد من سيارات الإسعاف التي تدررت 85 سيارة إسعاف منها 47 سيارة إسعاف دمرت بشكل كلي نتحدث أيضاً عن 99 شخص من الطواقم الطبية تم اعتقاله ونحن نتحدث عن أرقام تم تسجيلها طبعاً نتوقع أن الأرقام أكثر من كانت تزيد تزيد عن هذه الأرقام ولكن نتحدث عنها وما زال العديد منهم العشرات منهم يتعرض لتعزيب في المعتقلات الإسرائيلية نحن نتحدث هناك عدد يعتقل من المراكز الصحية من العاملين في المجال الطبي خلال مرحلة ما بعد 7 أكتوبر من قطاع غزة صحيح وهم على رأس عملهم منهم من هو على رأس عمله أو منهم من غادر المستشفى أو المركز الصحي أو منهم من ترك وحاول المغادرة من مدينة غزة إلى منطقة أخرى وغيره نحن نتحدث ما تم تسجيله ورصده هو 99 شخص من بينهم مدراء المستشفيات مدير مستشفى الشفاء الزميل للدكتور محمد أبو سلمية والدكتور أحمد مهنة مدير مستشفى العودة وآخرين أيضاً هل هناك معلومات عنهم؟ للأسف الشديد المعلومات هي شحيحة ولكن هي من الأشخاص الذين كانوا أيضاً محهم بالمعتقل المعلومات التي ترد بأنهم يتعرضون لتعزيب حاد من قبل قوات الاحتلال ويمنعون من النوم تمنع عنهم أيضاً لا يتم تزويدهم بالطعام ولا بالمياه وهذه ممارسات تقوم بها قوات الاحتلال مع جميع المعتقلين الفلسطينيين على مدار التاريخ هناك معاناة شديدة بعيداً عن هذه الاستهدافات وهناك حركة نزوح شديدة سواء كان من شمال قطاع غزة نحو الوسط انتقالاً إلى الجنوب أو حتى من خان يونس في هذه المرحلة إلى رفح جنوب قطاع غزة والواضح أن مسلسل النزوح لا يزال مستمراً حتى اليوم برعاية إسرائيلية مباشرة من خلال آلة القصف أو من خلال التوجه السياسي الإسرائيلي والعسكري كذلك ترحيل الفلسطينيين من أرضهم ما لو تحدثنا على صعيد إنساني؟ اليوم هناك طقس بارد جداً الأربعينية كما يقولون الناس في الشوارع يرحلوا يهجروا إلى اللاشيء إلى الفراغ ما تأثير حركة النزوح هذه على الوضع الطبي لهؤلاء النازحين وهم بعشرات الألاف؟ يعني هذا صحيح عادة في حالات الحروب والاعتداءات والطوارئ يتم التركيز في الإعلام فقط على الشهداء والجرحى مع أهمية هذا وخاصة نحن اليوم نتحدث عن حوالي 65 ألف جريح الآلاف منهم أصبحوا بإعاقات دائمة نتحدث عن حوالي 25 ألف شهيد نتحدث فقط عن 7,880 شخص تحت الأنقاض هؤلاء من تم رصدهم وتم الإبلاغ عنهم طبعاً بالإضافة إلى الآلاف الذين لا نمتلك أي معلومات عنهم نتحدث أيضاً عن أعداد فقط هناك تقديرات ما بين مليون وسبعمائة ألف مواطن إلى بنيون 900 ألف مواطن نزحوا من منازلهم ولجأوا إلى مراكز الليواء هؤلاء لديهم احتياجات كما ذكرتم مختلفة تبدأ بالغزاء وشراب وأيضاً الاحتياجات الصحية عندما نتحدث عن الاحتياجات الصحية يجب أن نتذكر أن في قطاع غزة هناك ما يزيد عن 80 مركز رعاية صحية أولية سواء لوزارة الصحة ووكالة الغوص والمؤسسات الأهلية الأخرى ما بقي يعمل منها فقط 13 مركز صحي في محافظة رفح وفي محافظة خان يونس ومحافظة دير البلح لك أن تتخيل مدى الضغط الشديد على هذه المراكز هل هي مؤهلة حتى هذه المراكز الموجودة هل هي محمية من القصف أم أنها أيضاً مستهدفة هي والكوادر الطبية وما طبيعة دورها في ظل التهديدات الإسرائيلية سائق الإسعاف عندما تأتيه إشارة أن هناك قصفاً ما في منطقة معينة مثلاً في دير البلح أو خان يونس أو رفح هل من السهولة بمكان أن يخرج من مقر المستشفى إلى مناطق الاستهدافات لا يوجد أي مكان محمي ولا يوجد أي مرفق أي مرفق من مرافق الصحية أو غيرها أو أي إشارة دولة الاحتلال لا تحترم أي إشارة لا إنسانية ولا دولية قانون الدول الإنساني واتفاقيات جنيف تحتم على قوات الاحتلال وجيش الاحتلال أن يولي معاملة خاصة للمرافق الطبية وأيضاً العاملين في المجال الإنساني لهم حماية ولكن للأسف الشديد دولة الاحتلال لا تكترس بجميع المواثيق والمعاهدات الدولية لذلك نحن شاهدنا هذا العدد المرتفع من الشهداء ما بين الطواقم الطبية وغيره عندما نتحدث عن الخدمات التي تقدم عبر هذه المراكز الغير مجهزة والغير ملائمة لهذا الحدث ولكن مع ذلك استطعنا خلال الفترة السابقة تقديم الخدمات الطبية الأساسية ونحن خاصة نتحدث عن مراكز الإيواء التي لجأ إليها هؤلاء مئات الآلاف استطعنا في جمعية الإغاسة الطبية الفلسطينية بالتعاون مع وكالة الغاوس من تسيير فرق طبية وإقامة إنقاط طبية مختلفة في مراكز الإيواء وتم معالجة مئات الآلاف إن لم يكن ما يزيد عن مليون وخمسمائة ألف مواطن هناك تقارير صدرت تم علاجهم من بين هؤلاء المواطنين يعني تم رصد العديد من الحالات للأسف الشديد هناك 224 ألف حالة من الذين تم علاجهم هم يعانون من أمراض انتهابات جهاز التنفسي الحال نحن لدينا حوالي 70 ألف حالة يعانون أيضا من أمراض جلدية مختلفة هناك نتحدث عن حوالي 159 ألف حالة من من يعانون من الإسهال من بينهم 84 ألف طفل من تحت 8 سنوات نحن نتحدث عن حالات كثيرة تحتاج لتقديم الخدمات الصحية بالإضافة أيضا يجب أن لا نغفل المرضى الذين هم بحاجة لرعاية مثل المرضى المزمنين مرضى السكر مرضى الضغط ومرضى السلطان نتحدث عن 71 ألف مريض في قطاع غزة يعانون من مرضى السكر من بينهم حوالي 1200 طفل تحت 16 عام يعانون من مرضى السكر النوع الأول وهم بحاجة لرعاية طبية خاصة نتحدث عن 224 ألف نعم شخص أيضا يعانون من أمراض الضغط وهم أيضا بحاجة لرعاية دورية وطلق العلاج الدائم نتحدث عن 1200 مريض من مرضى الذين يعانون من فشل كلوي وهم بحاجة لعملية وللجلسات غسيل كلوي ثلاث مرات إسبوعيا بواقع أربع ساعات هل هذا متوفر اليوم؟ يعني تتحدث عن أمراض مزمنة تحتاج إلى طبيعة خاصة تحتاج إلى نوم في مكان معين تحتاج إلى نظام غذائي معين تحتاج إلى أدوية بشكل دائم هل هذا متوفر اليوم في الحرب؟ أو حتى أدنى شيء يكون حبة الدواء كما يقولون في غزة هل هي متوفرة للأمراض المزمنة؟ للأسف الشديد يعني ما يعاني قطاع غزة هو مأساة حقيقية واصبحنا في الأسبوع الأخيرة نسمع يوميا عن عدد من المرضى الذين يتوفون إما بسبب نقص العلاج أو عدم القدرة للوصول إلى المراكز الصحية وللأسف الشديد يعني وسائل الإعلام فقط تركز كمرة أخرى على عدد الشهداء والجرحة ولكن هناك مآسي إنسانية جانب آخر يوميا أيضا صعب يعني نحن عندما تحدثت عن ألف ومائة يعني مريض يحتاجون لجلسات غسيل كلوي يعني على الأقل خلال الأيام الأخيرة يعني أنا شخصيا وعبر مراكز الإغاثة الطبية فقدنا مريضين منهم توفوا لأنهم بصراحة بعضهم لم يستطع الوصول للمستشفى لعمل جلسات علاج يعني غسيل كلوي والبعض الآخر الجلسة التي يتلقاها بدل أربع ساعات أصبحت ثلاث ساعات هذه تؤثر على صحتهم نحن نتحدث أيضا عن مرضى التلسيمية لدينا في قطاع غزة 306 مرضى يعانون من مرضى التلسيمية وهم أيضا بحاجة إلى علاجات العلاجات للأسف الشديد غير متوفرة نتحدث عن مرضى السرطان وهم بالآلاف سنويا يتم تسجيل في قطاع غزة ألفين مريض سرطان جديد منهم 122 طفل هؤلاء أيضا بحاجة إلى تشخيص وعلاج وهو غير متوفر نتحدث أيضا اليوم عن عشرات عن آلاف النساء الحوامل اللواتي هن بحاجة أيضا لرعاية خاصة وغزاء خاصة أيضا ولنظافة في ظل الاقتصاص الشديد في مراكز الإيواء وإنعدام النظافة الشخصية وأيضا نقص المياه اللازمة للنظافة أنت بتحدث ربما في كل عبارة تذكرها هناك يعني رائحة ألم ومعاناة وقهر كيف تتعاملون أنتم مع المنظومة الطبية طبعا في قطاع غزة مع هذا الواقع الذي خلقته الحرب وواقع طب مهترئ أساسا بفعل الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 2007 كما ذكرت النظام الصحي بالأساس هو نظام صحي هج ويعاني الكثير بسبب الحصار والاعتداءات المتواصلة على قطاع غزة وأيضا نقص الأدوية ونقص التمويل اللازم وأيضا أسباب أخرى لها علاقة بالانقسام السياسي بين الضفة وغزة وهذا أثر بطبيعة الحال على واقع النظام الصحي وعلى تقديم الخدمات أيضا نتحدث عن عدم قدرة الطواخم الطبية على الاستمرار للعمل نحن اليوم نتحدث منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم هناك الزملاء الأطباء وغيرهم العاملين في المشافي لم يغادروا أماكن عملهم وهم بالمناسبة لم يطلقوا رواتب منهم إلا نصف راتب خلال هذه الفترة وطبع هذا أثر على أدائهم وأثر على مدى التزامهم في العمل في المستشفيات بالإضافة إلى الاعتداءات التي تجري والقصف الذي يجري إلى مواقع سكنهم هناك منهم من يبقى مشغول البال على أسرته وعلى أطفاله وفي نفس الوقت هو مطلوب منه أن يقدم الخدمة والمساعدة للمواطنة نحن استطعنا بالطبع يعني قدر الإمكان عبر التعاون والتنصيق بين جميع المقدمي الخدمات سواء لغاسة طبية ووكالة غوصة تشغيل اللاجئين الهلال الأحمر ووزارة الصحة وغيرها من المؤسسات أيضا التي تقدم الخدمات استطاعنا خلال الفترة السابقة أن ننصق ونوزع الأدوار ما بين بعض المؤسسات على سبيل المثال في محافظة غزة يعني تم الزملاء العاملين في المجال الصحي في مدينة غزة استطاعوا من إعادة تشغيل مستشفى الشفاء ولكن بشكل جزئي ولبعض الأقسام وأيضا استطاعوا بتشغيل أيضا مستشفيات أخرى مثل مجمع الصحابة الطبي للولادة ومستشفى الأهل العربي للعظام وأيضا مستشفى آخر للعيون وأيضا استطعنا تشغيل مركز للإغاثة الطبية الفلسطينية في مدينة غزة لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية للمرضى هذا هو التنصيق لكن هذا لا يمكن أن يستوعب مثلا عدد الشهداء الجرحى في حال عادة الحرب الإسرائيلية على شمال القطاع كما بداية السابع من أكتوبر وحتى هناك استهدافات إسرائيلية مستمرة لمدينة غزة بيت حنون بيت لاهيا وجباليا على الرغم من التدمير الواسع والكبير خلال الأشهر الماضية يعني هذا صحيح نحن نقوم بما يمكننا القيام به وفق الظروف وفق الإمكانيات المتوفرة وهي قليلة وشحيها ولكن بالطبع الإحتياجات كثيرة هل تقومون بإخبار الناس بالمناطق التي تم إعادة تشغيلها المراكز الصحية في منطقة شمال قطاع غزة؟ هذا صحيح هذا ما نقوم به وخاصة أن جزء كبير من من تبقى في مدينة غزة هم بالأساس في غرب مدينة غزة يتواجدون سواء في مراكز الإواء المدارس أو أيضا في مستشفى الشفاء يتم إبلاغهم يعني مباشرة لأنه لا توجد هناك أي وسيلة من وسائل التواصل أو الإعلام والإعلام مغيب هناك عن نقل المأساة الحقيقية نحن نتحدث اليوم عن كان الأسبوع الماضي تحزير من انتشار مرض الكبد الوبائي مرض الكبد الوبائي النوع ألف بصراحة يجب تشخيصه عبر إجراء فحوصات مخبرية ولكن للأسف الشديد ما تم رصده وتشجيله حتى الآن في قطاع غزة 7700 حالة ولكن من تم إجراء لهم فحوصات فقط 25 مريض لك أن تتخيل بقية هذا العدد تم تشخيصه بدون إجراء فحوصات مخبرية ولك أن تقيس على بقية الأمراض كيف تتعامل هذه الطواقم الطبية وكل التحية لها ولجميع العاملين في المدى بكل تأكيد كل التحية لهم لكن وهم طبعا من الجنود في المقدمة الذين تصدون لجيش الاحتلال لكن بما يمتلكونه من أدوات بوجودهم أصلا في منطقة شمال قطاع غزة على الرغم من المخاطر التي يتعرضون لها لكن هل هناك بدائل موجودة بالنسبة للأدوية؟ يعني هناك مناشدات تصل بتوفير بعض الأدوية للأمراض المزمنة كأمراض القلب السكري الضغط وهي منتشرة كثيرا في المجتمع في قطاع غزة يعني هل هناك كميات كافية يمكن أن تغطي حاجة الناس وتحديدا في مناطق اللجوء والإيواء في جنوب قطاع غزة؟ للأسف الشديد لا بالطبع لا لأن ما يدخل من قطاع غزة كما مرة أخرى ما يدخل إلى قطاع غزة هو نقطة من بحر ومحيط الاحتياجات الحقيقية لقطاع غزة في اليوم العادي ما قبل السابع من أكتوبر كان يدخل قطاع غزة من خمسمائة إلى ستمائة شاحنة محملة سوى مواد غزائية سوى أدوية وغيرها من الاحتياجات اليومية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة اليوم نحن نتحدث عن فقط أقل من مئة شاحنة تقريبا تدخل قطاع غزة وتدخل بعد إجراءات تفتيش وإجراءات خاصة من قبل دولة الاحتلال وبعد إعاقتها لساعات طويلة أو أيام طويلة أيضا لذلك ما يدخل قطاع غزة هو مرة أخرى لا يفي بالاحتياجات الحقيقية هل تتواصلون مع جهات طبية دولية أنه يكون هناك ربما مساعدات طبية منسقة لضمان وصول الأدوية إلى الأمراض المزمنة في قطاع غزة وحملت هذه الأمراض من النساء الأطفال الشيوخ الشباب أيضا هل هناك تنسيق مع الدول العربية في هذا الجانب وإعطاء الأولوية للمرضى الأصحاب الأمراض المزمنة يعني هذا صحيح هذا ما نقوم به بتزويد القوائم قوائم الاحتياجات للعديد من المؤسسات الصحية الدولية التي تعمل في هذا المجال ولكن مرة أخرى ما زالت دولة الاحتلال تعيق إدخال هذه الأدوية ما زالت دولة الاحتلال أيضا تضع الشرطات التي تمنعها سلطات الاحتلال حتى الآن هناك نقص حاد في العديد من أصناف الأدوية وفي مقدمتها الأدوية التي تستخدم في التخدير الأدوية أيضا المسكنات بعض أصناف المضادات الحيوية هناك نقص حاد فيها هناك نقص حاد في الأنسلين لعلاج مرضى السكري هناك نقص حاد أيضا في أمراض لعلاج أمراض الدم وأيضا هناك نقص حاد في مواد المختبر للتشخيص الحالات نحن نتحدث عن نقص حاد في جميع هذه الأصناف بالإضافة إلى نقص أيضا حاد في بعض المستلزمات التي تستخدم في إجراء العمليات وخاصة تثبيت العظام نعم كمدير هيئة لغاثة طبية الفلسطينية في قطاع غزة لو أردت منك أن تطلق نداء عبر شاشتنا ماذا تقول؟ يعني أول نداء أول نقطة في هذا النداء هو وقف هذا العدوان ووقف القتل الممنهج لأبناء شعبنا الفلسطيني الأبرياء المدنيين الذين ما زالوا في قطاع غزة النقطة الثانية هو العمل على فتح ممر إنساني لتسهيل إدخال جميع المواد الطبية وغيرها من مستلزمات الحياة ثالثا أيضا الاستمرار بدعم الطواقم الطبية سوى عبر يعني إرسال فرق طبية متخصصة لإجراء عمليات جراحية رابعا الإسراع بإخراج الجرحى والمرضى الذين هم بحاجة لعلاج خارج قطاع غزة حيث لا يتوفر العلاج خامسا أيضا العمل على بناء النظام الصحي والقطاع الصحي بمؤسساته وكوادره وغيره من الاحتياجات أشكرك جزيل الشكر دكتور عائد ياغي مدير الإغاثة الطبية الفلسطينية في قطاع غزة وسيكون لنا لقاءات أخرى نتحدث عن واقع الناس في القطاع على صعيد إنساني وطبي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك